نفى المتحدث الإعلامي باسم رئاسة مجلس الوزراء ادعاء أشخاص انتسابهم لوزارة الصحة واتصالهم بالمواطنين بزعم تسجيل بيانتهم للتأكد من تلقيهم للقاحات فيروس كورونا وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان التي نفت ذلك تماما وأكدت الوزارة أنه لا صحة لتكليف الوزارة أي أشخاص للاتصال بالمواطنين موضحة أن تلك المكالمات الهاتفية وهمية وأن هؤلاء الأشخاص غير تبعين للوزارة نهائيا مؤكدة على أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات خاصة بكافة المواطنين المسجلين على الموقع الخاص بتلقي لقاح كورونا